اتأثرت أكتر بتوفيق الحكيم؟ أكتر أكتر الأدباء؟ أكتر الكتاب، يعني توفيق الحكيم طبعاً، الرقم واحد كان بالنسبة لي في طفولتي وإيالي إحسان عبدالقدوس وطرفت على أن أجيب محفوظه في وقت متأخر والأستاذ خيري شلبي؟ ده طبعاً، ده طبعاً، أنا علاقتي بخيري شلبي في الأول ما كنتش محبة أو اللي كتبته لأن أنا قاهري وهو كان بيكتب عن الريف فأول معرفتي بقصص خيري شلبي ما كنتش يعني مندمج معها أوي بعد شوية لما بدأت أشوف الروايات اللي هو كتبها عن القاهرة زي صالح هيصة مثلاً، اندمجت جداً مع العالم لأن حسنت أنه عالم شبه اللي أنا أعرفه لكن فيما بعد طبعاً بحكم يعني الناسب أريد كل الأعمال بتاعته وأدركت قيمة خيري شلبي ككاتب أنا في رأيي أنه هو يعني هو وجمال الغطاني أهم اتنين كتاب بعد نجيب محفوظه ترجمة نانسي قنقر